مرحبا بكم في محلات جلال الدكور أمي الحبيبة الغالية خالتي الأزيزة خالتي مادام جدة الحانون عمتي الأنقة فيديو جديد أناقة جديدة ولا أرواع ولا أجمل كما راك تشوفي أمي الحبيبة هذا الأنقة كي نفتح العلبة وش نحن نلقو في هذا العلبة نحن نلقو عدة أشياء يعني كيتشو فيها كما كتحيري فيها تقولي وش الحية المكربة على هذي الحية المكربة على هذي كالركبوها خاتي الأزيزة عندك منها تمشي بليبيل ولا تمشي بالكابل هذا الكابل الذي تركبه هنا يدري باطا تشارجير وانتي مشيتها تجي معها هذه العلبة التي تحزي فيها الصابون ليكيد يعني غسول اليدين تلوحي فيها هنا كمية تزيد له شوية ماء تخلطيه يدري لها كما كذا هذا الرغوة يعني الله يبارك ما شاء الله اقتصادي وكل شي هذه علبة مش نقلو بها لواحد وعندك هذا الأنبوب أو يركب منهي كل ركبوها خاتي الأزيزة راح تجي كما هذي 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 هكا ركبة خالصة واجدة قاضية حاجة هذي يا أمي الحاببوني وهنستعملوها نستعملوها في غسل اليدين هذي تحتستعملها في الدوش في المطبخ وين حبيتي لك الحرية الإبداع في وين تحطيها هذي خاتي الأزيزة هذي كيفاش تمشي؟ عندك ضغطة مطولة هنا في زر تشغيل لك تخضر كما هكا يعني رايشها لك كيف رح تمشي؟ مالك هي فيها نامل تحت فيها كابتير او هنا تحت كما ركي تشوفي خاتي الأزيزة الزر هذا الأسود هذا كابتير هذي كابتين اليد كيتلوحيها ما يتلوحيها بعد يشتغل كما ركي تشوفي بسم الله هكي تشوفي خاتي الأزيزة تنحي يدك عنده مدة زمنية قاصرة جدا يطلق لك هكي فكي تشوفي الرغوة هاي لك خاتي إذا شوفي ها هاي يمشي هكي تحفز هكي تمشي هكي تحفز يعني أناقة ولا أروح اقتصادية ما متلوحي غير كيميابر كتري شوية ماء تخلطيهم إذلك الرغوة تعود استعملي صابونتك وتغسلي به يديك يا أمي الحبيب بدو ما تلسي أي زر يعني الله يبارك ولا أروح كيما كنا شوفنا تاريخ الاستعمال يعني هذا وشي حوIS عليها العربي هذي هي يعني الحلم يكون نحو yrدي إنك تديري حاجة بينما تشقعك كيما كنت تلوحي يدةك يهبط لك الرغوة تغسلي يديك وفضلت يا خلتي الأزيزة هاي الله يبارك ما شاء الله هذي حابة تمشيها خلتي الأزيزة بلي بيل تمشي حابة تمشيها بالشارجير ثانية تركبي البطاطا الشارجير تركبيها في البريز تمشي لك عادية جدا يعني أنا نحب أنك تديرها بلي بيل بسكلي بيل مشي ماكينة كبيرة بشتاكلك لي بيل ولا حاجة المنحة فيها جات مع هذا الفونتوز هيتلصق في الفايونس خلتي الأزيزة حابة تعلقيها شوفي كيفاش في مثال أنا مدير فونتوز هنا حاجة مليحة ورش زين الله يبرك ما شاء الله بالإضافة أنها اقتصادية هذي تشري قراءة عشر ألف تحكم لك تقريب بلك ألف سنة ولأ يعني يطول لك هذي الأمزحه فقط هذي كل حالك يتشري قراءة عشر ألف راح تطول لك خالتي الأزيزة مليكان تحكم لك سمانات وليكان تحكم لك بل تقريب ثلاث سمانات ولا أربعة يعني حاجة مليحة بزاف خلاص ممسير تحامشي غالي بزاف أحيكون في متناول الجميع هذي كما هكذا تبغي تطفيها خالتي الأزيزة هي كي تشعلها خطرها لولا تبقى شعلها كي تبغي تطفيها تلضي الزر مطولا كما هكذا هذيك هكذا يطفت يجي أزرق في البارد كما كنش تهضرك يعني الله هي بارك ماكينة هذيك حبستها ماكينة جاملة أنقة سيرتحها راح يكون مية وخمسة وعشرين الف متوفرة في محلتنا أناقة جديدة ولا أروع لأجمل هذه ما الأزيزة حاجة ملحة واقتصادية متوفرة في محلتنا سيرتحها قلنا مية وخمسة وعشرين الف مرحبا بكم أمهاتي الغالية الأزيزات المحلت أنا متواجه في مدينة أمليلة بالضبط مقابلين بازار علي بابا دمتنا في رعاية الله وحفظه مع السلامة